تمتد البوازيل بين دائبتي عرض 5 شمال و 33 جنوب و خطي طول 35 غربا و 74 غربا من الشبك والشمال الشبكي المحيط الأطلنطي و من الشمال جيانا و بنزولا وسوينام و جوينا و من الجنوب أبجوي و بابجوي والأرجنتين و بوليفيا و بيبو تبلغ مساحة البوازيل 8 و 5 مليون كيلو موبع يعني نصف القابط أمريكا الجنوبية من حيث تدريس الهضاب يسود في المظهر الهضب معظم الأراضي البوازيلية يريجد في هضبة البروازيل في الوسط و الجنوب بعض الهضاب في الشمال طيب والسهول سهول الفائدية تشمل في نهر الأمازون والسهول ساحلية ضيقة تمر في المحيط الأطلنطي من حيث المناخ يسود المناخ الاستوائي في حوض الأمازون والسهل الساحلي بينما المناخ الحارب في السهول الشبكية و هضبة البوازيل و باقي أجزاء الدولة و المناخ المعتاد الأبواطب في أقصى جنوب شبك البوازيلية من حيث السكان يبلغ سكان البوازيلة 191 مليون ناس يعني إن فيه سكان خليطا بالأجناس مثل الحنود الحم هم السكان الأصليون والعناصر السوداء ذات الأصول الإفريقية والأبوبيون يتمكز السكان في الساحل الجنوب الشبكي و يوجد بعض المدن الواقسية مثل مدينة بي دي جانيبيو هي العاصمة القديمة البوازيلة و مدينة ساو باولو وتشملت عدة مدن لعادة توزيع السكان في داخل البوازيلة مثل مدينة بوازيليا لتعميب هضبة البوازيلة و مدينة مينوس على نهر الأمزر من حيث النشاط الاقتصادي تشمل أبادي الزراعية نحو 2% من مساحة برازيل و معظمة في الجنوب و يعمل الزراعات أكثر من ربع الكرة العاملة تستهل برازيل بإنتاج محاصيل زراعية جديدة وتعد الأولى إنتاجا في العلم في البن و قصب السكر و جوز الهند وتوجد مساحات شاسعة من الغابات الاسترائية والمدابية و يقوم السكان بتقطيع الأخشاب و تصناعها الراعي وسيد الأسماك تمثل رعي حرفة هامة في الاقتصاد البوازيلي وتعد البوازيل الدول المنتجة للأسماك بسبب تضلع المحيط الأطلانت والبحر الكبيبي مع وجود نهر الأمزر حيث الصناعة تطورت الصناعة بشكل أفضل مقاومات الصناعة و تظهر الصناعات الساكلة مثل الحديد والسلب والصيبات والطائبات والآلات الكهربائية و الأسمن تتبكز الصناعة في الجنوب الشرك بالبروازيل بلكم من مدينتين ساو باولو و وي دي جانيريو من أهم المدن وي دي جانيريو هي العاصمة القديمة البوازيلة و بوزيليا هي العاصمة الجديدة و مدينة ساو باولو من أهم المويني